بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع شرح أحكام التجويد وطبعا ما زلنا مع اللمات السواكن ووصلنا لرابع نوع من أنواع هذه اللمات وهي لام الاسم لام الاسم ليس لها إلا حكم واحد فقط وهو الإظهار لام ساكنة في اسم أصلية من بنية الكلمة متوسطة في وسط الكلمة يكون حكمها الإظهار دائما تقرأ اللام بإظهار ووضوح ننتبه أن هذه اللام هي ليست لام أل التعريف لام أل التعريف زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل أما هذه لام اسم أصلية من بنية الكلمة ومسبوقة طبعا بهمزة قطع هذه الهمزة تقرأ وصلا ووقفا وبدءا وكل شيء لام أل التعريف إذا تم حفها من الكلمة باقي الكلمة تستقيم ولا يختل معناها أو مبناها الكتاب شلنا منها اللام أصبحت كتاب أما هنا إذا حرفنا اللام تصبح فافة ما معنى فافة إذن ننتبه أن هذه اللام هي ليست لام أل التعريف هي أصلية من بنية الكلمة وكذلك كلمة ألسنتكم وألوانكم كلها لامات اسم وليست لام أل التعريف هذا أول تنبيه التنبيه الثاني عند اجتماع لام أل التعريف مع لام الاسم مثل قوله تعالى الملك الألباب تقرأ كل لام بوضوح الملك الملك طبعا كمان مثلها الفلك تمام وهنا الألباب الألباب الأولى هي لام أل التعريف ألباب هي لام الاسم الألباب هذا كان درس اليوم سهل جدا وبسيط جدا فيعني ما فيهوش أي شيء يذكر الناس كلها بالصليقة بتظهر لام الاسم يعني لم نجد أحد يضغم لن يقول أحد سسبيلة أو أفافة مش هنلاقي حد بيقول كده ولكن لابد من ذكر هذا النوع لأنه من ضمن أنواع اللامات السواكن أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته